ترجمة نانسي قنقر في تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين طبعا زيارة الملكية الأخيرة لجمهورية الصين الشعبية كانت في غاية الأهمية ليست فقط على الصعيد الثنائي ولكن أيضا على الصعيد العربي حيث أن تفضل سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بحضور الاجتماع الوزاري للمنتدى العربي الصيني والذي نعقد بتاريخ 30 مايو 2024 أي ما يعني أسبوعين منذ استضافة مملكة البحرين للقمة العربية فبالتالي يحضور جلالة الملك حفظه الله ورعاه للمنتدى العربي الصيني يعتبر أو يعكس اهتمام جلالته وحرصه على الدفع بالقضايا العربية والقضايا الإقليمية وعرضها على الجانب الصيني وفي كافة المحافل الإقليمية والدولية طبعا على الصعيد الثنائي أيضا كانت الزيارة تكللت بالنجاح ولله الحمد وجاءت أو تخللتها التوقيع على عدد من الاتفاقيات في مختلف المجالات شملت المجالات طبعا الاقتصادية والتجارية وكذلك المجالات التكنولوجية والطبية وغيرها من المجالات الأخرى سيدة النيرة يعني توضع زيارة الملكية زيارة الدولة الجمهورية الصين في سياقين كما تحدثت السياق العربي باعتبار جلالة الملك ومملكة البحرين الرئيس الدورة الحالية للجامعة العربية وجاءت بعد نعقاد القمة السياق الثاني هو سياق العلاقات الثنائية بين البحرين والصين القراءة الأولى للعلاقات العربية الصينية وتمثيل جلالة الملك المعظم باعتبارها الرئيس للدورة الحالية للجامعة العربية جاءت واضحة في المنتدى الذي تحدثت عنه لكن في سياق العلاقات الثنائية بين البحرين والصين ما أهمية توقيع الاتفاقيات الثنائية بين البلدين وما الذي يمكن أن تضيفه هذا التوقيع من الطبيعي طبعا أن التوقيع على مذكرات التفاهم ممكن أن يعزز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وبين جمهورية الصين ويمكن أبرز حدث صار خلال زيارة سيدي جلالة الملك هو موضوع الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية لشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية وطبعا هذا يعتبر أعلى مستوى من العلاقات الثنائية بين البلدين فبالتالي موضوع التوقيع على مذكرات التفاهم تم التوقيع على عشرة مذكرات التفاهم وهذا عدد لا يستهان به في مختلف المجالات شيء طبيعي بأنه سيساهم في تعزيز العلاقة ما بين البلدين الصديقين نعم شكرا جزيلا لك الأستاذة منيرا نوفا العيس الدوسري رئيس قطاع الشؤون الأسوية والمحيط الهدئ بوزارة الخارجية شكرا لحضور شكرا لك شكرا لك